السلام كانت منكم تكونوا في احسن الاحوال و احبكم في قناة مطبخ ريدا اليوم ان شاء الله سوف نرى وجبة جديدة و الديدة كيف العادة و سهلة غاطة بالبطاطا و بجاج خليكم معايا بشوفوا معايا المقادير و جميع مراحل ديال التحضير عندت مما بطاطا سبق لي سلقتها بالقشور ديالها و خليتها بحالها كاك صينة سديت اليها الكوكوت خليتها تقريبا 1.5 ساعة أو 40 دقيقة من بعد قشرتها و قطعتها بحالها كاك روندلات احتاجت عوداني السدر ديال الجاج قطعته ديز امانسي شلط البصلة و شوية ديال البروكولي حتى هو مقطع توابيل در شوية ديال ملحة زبيضة بزار سكنجبير طاري و شوية ديال التوم اول حاجة نبدأ بها هي نبدأ نشحر بكل مكونات اللي هي الدجاج و البصلة و البروكولي نقدرت البصلة في مقلاع فيها شوية ديال الزيت و درت الدجاج حتى هوف مقيلة و دهنتها بشوية ديال الزيت من بعد غدي نبدأ ندير توابيل من نسبة الجاج فانا حبيت و لا فضلت اني نسموه بشوية ديال صلصة الصوجة هي مسألة اختيارية بنسبة لكم نحرك مزيان باش تمتاز جولة تندمج مع الجاج و من بعد نبدأ ننضيف التوابيل تجد نشحر بشوية ديال بزرار نمتز فجاج و شوية ديال بزرار كذلك بحيب صلع بالنسبة لتوابيل انا فقط كنت قسم معكم شنو ستعملت انا كتوابيل يعني تمكنكم تمودي فيه و تنقصوووو و لا تزيدووو اللي حسب الرغبة ديالكم قدرت كذلك الملحة زيت تمه واحد المعلقة كبيرة ديال مادنوس نضيف البروكولي البروكولي تنظيم البروكولي تنظيف البروكولي الضبدة نضيف سكنجبير طري نضيف سكنجبير طري نضيف سكنجب نستمر في التحريك نضيف سكنجب نضيف السكنجب نضيف السكنجب سوف نجد التومة في التجاج سوف نجد السوس بشامل سوف نجد سكف من الأطفال نقوم بفقدة معالق الأسر واضح أكبر الأسر في هذه القذرة تعضح حضرة ثلاث ملعق الأسر ونضيف ملعقة الأيض نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الحليب في الأول قمت بتنصي طروب ولكنني قمت بتنصي بأن اللاصص لي بقيت مازال عقدة بثاف فزبت تقريباً واحد نص كاس باش تلقتها شي شوية نضيف الحليب بطريقات دريجية نضيف ثلاث ملحة ونضيف ثلاث ملحة ونضيف ثلاث ملحة ونضيف ثلاث ملحة ونستعمل نصف داماك البنة ن Latino ثلاث ملحة ونضيف صورة فزل تشكو سفيتها ونضيف ثلاث ملحة الذي نضيف نظراه ونضيف ثلاث داماك البنة ونحركها جيدا ونحركها جيدا ونجعلها كامل في الأول قبل أن تبدأ الطبخ الصلصة بعد أن تطبخ الصلصة هذه الطريقة التي قمت بتطبخ الصلصة نضيف بفلحلي بشوية 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 نكملها كاملة ونجعل الصلصة تطبخ مع استمرار في التحريك بطبيعة الحال نضيف بطبيعة الحال ونضيف بطبيعة الحال ونضيف بطبيعة الحال المول يستعمل في المولة و يدخل الفران نضغط بزبدة لكي لا تلصق الخضراء لتقلع فاسي الموم بأن يوجد الكراتان و في نفس الوقت تطلق ديالها في البطاطا سوف نستف البطاطا سوف نستف البطاطا و نضغط الملحة و نضغط الملحة و نضغط الملحة و نضغط الملحة سوف نضغط الملحة كاملة باش نخلي شوية تاني اللي غادي نديرو في طبقة تانية ونفس الأمر بالنسبة للخضر من بيث كنكوب تقريبا نصف ديال كمية ديال سلصة البشاميل ونحاول نوزعها بشكل متساوي على وجه الخضر ونعود على طبقة تانية من بطاطا ومن باقي الخضر والتجاش ونحاول نزول الوصفة تبيعها ونغذية ومن نفس الوقت مغذية تصلح الوجبة الإفطار ونحاول نحاول الوجبة صحور يمنح الوجبة جميلة نضيف الطبقة الثانية و نعيد نفس العملية بالنسبة للفضر انا كنت اتشارك معكم الاكلات التي انا كانت في عائلتي يمكنكم تعود بصوصيس و كفتا نضيف الطبقة الأخيرة وضيف الطبقة الأخيرة وتضيف الطبقة الأخيرة وضيف الطبقة الأخيرة تدعي الأخير يمكن أن يكون لديك لصوص بشامل قبل أن تطفئوا إليها تضيف فيها بيضة و لجوش البيضات تضيف حلاكة على وجه الخطر فهو ساون بلاس هذا الفخماج و يعطيه اللون المدهب فهنا ها هو القراتان الذي يوجد لكي يدخل الفران شعلت عليها الفوق و لتحت اصدقها واحدة و ادخلتها لكي يوجد ها هو طاب و كيف تأخذ هذا اللون الذهبي و ها نقطعه مخصو باش نوريكم كيف شجاع من الداخل المادة الخسارة لا يوجد كيف نوريه لكم هنا في الفيديو و لكن كان اكد لكم انه جلدي بزر كنتمنى انكم تجربوا الوصفة و تخليوا ليه في التعليق كيف جاتكم و نضرب لكم موعيد جديد في فيديو جديد و مع وصفة جديدة بالنسبة لي كي شاهد القناة ديلي الاول مرة فلا تنساش تدير الشراك لايك و تبرتجعي مع الاحباب تلكم بصحتكم و رحتكم و الى اللقاء اشتركوا في القناة